أحمد المديري في ثنية حديثه تحدث في السؤال الأخير عن ردود الأفعال المتوقعة من رمالة وغزة فيما لو صدر حكم بات ونهائي بعدم قبول الاستئناف و بملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين إذن كيف يبدو رد الفعل الفلسطيني في رمالة حتى هذه اللحظة إزاء هذه المحاكمة يعني عندما يتعلق الأمر بمدينة القدس و بحي الشيخ جراح و بكل شيء مقدس عند الفلسطينيين و عقيدتهم فإن الأمور لا يمكن توقع على الإطلاق في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية على وجه التحديد قبل قليل انتهت جلسة رئاسة الوزراء جلسة الحكومة الفلسطينية برئاسة دكتور محمد اشتية الذي بدأ جلسته بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية و دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف ما أسماه جرائم التطهير والفصل العنصري في حي الشيخ جراح في سلوان أربعة عائلات مهددة بالإخلاء إذا مصدر قرار ولكن ليس هذا العدد فقط هناك 28 عائلة في حي الشيخ جراح مهددة بالإخلاء 500 شخص يسكنون حي الشيخ جراحهم فعليا سيصبحون في العراء فيما لو تم اتخاذ قرار بإخلاء الحي بأكمله وما يحذر منه الكثير من المسؤولين الفلسطينيين هو أن إسرائيل تريد أن تبرر للعالم بأن هناك قضية أملاك عقارات في مدينة القدس قضايا خاصة يعني يمكن حلها بالمحكمة لكن رئيس الوزراء الفلسطيني قبل قليل قال بأن النظام القضاء في إسرائيل ليعطي الغطاء بشكل كامل للنظام السياسي في إسرائيل حتى يتم أو ينفذ ما يريده المستوطنون بإخلاء الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم في الضفة الغربية شهدنا قبل عدة أشهر كيف كانت الهبة الشعبية الفلسطينية بشكل كامل عدد من الشهداء ارتقوا في الضفة الغربية بعد أن تم قمع المسيرات التي كانت تندد بما يحدث بحي الشيخ جراح ولكن الأمور فعليا متوقعة ومتوقعة بشكل كبير جدا أن تكون هناك شرارة أخرى إذا ما تم إخلاء عائلات حي الشيخ جراح أربعة عائلات وهذا طبعا سيشكل حالة من التوتر في مجمل أراضي الفلسطينية تحديدا عند نقاط التماس الممتدة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها ووسطها